في إطار انفتاح محكمة النقد على محيطها الدولي وتعزيزاً لروابط الشراكة والتعاون جنوب جنوب يستقبل الرئيس الأول لمحكمة النقد بالرباط مصطفى فارس اليوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى بجمهورية تشاد آدم النور سامير وذلك لبحث سبل الرقي بمستوى التعاون الثنائي في المجال القضائي هذه الزيارة تأتي كذلك في إطار مخطط الاستراتيجي للمحكمة الذي يهدف إلى توسيع الشراكة والتعاون مع الدول الإفريقية من خلال وضع برامج تنائية من أجل تتمين رأس مال البشري تبسط المساطر والإجراءات وإنزال قواعد الحكمة الجيدة الزيارة تأتي في إطار توسيع الشراكة والتعاون مع الدول الإفريقية وتندرج في إطار برنامج لتبادل القضائي تشرف عليه الجمعية الدولية للقضاء وذلك بهدف تبادل التجارب والخبرات في هذا المجال زيارتنا إلى محكمة النقد المغربية تندرج في إطار سعينا إلى تبادل الخبرات والتجارب بين المغرب والتشاد الذين تربطه مع علاقات تاريخية وكما أتيت على ذلك في حديث مع رئيس المحكمة فإن تم تعدد من الأطر التشاديين الذين تلقوا تكوينهم في المغرب في مختلف المجالات وسيستفيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى بجمهورية التشاد من التجربة المغربية في المجال القضائي من خلال تدريب لمدة 15 يوما في مجال تدبير شأن القضائي بالمحكمة يشمل مختلف غرف وأقسام محكمة النقد إضافة إلى الاطلاع على آليات تدبير الإدارة القضائية وضوابط الحكامة القضائية